المولد النبوي الشريف الناس فيه على أربعة أقسام الناس فيه على كم؟ أربعة أقسام قسم يعتقد أنه عيد كالفطر والأطحى ويسميه عيد ويلبس فيه الجديد ولم يبقى إلا أن يصلي في صلاة العيد فهؤلاء مبتدعة لأنه ليس في الإسلام إلا عيدين عيد الفطر وعيد الأطحى وقسم يعتقد أن النبس صلى الله عليه وسلم أولد في هذا الشهر شهر ربيع في يوم الظنعش ومات في هذا الشهر في يوم الظنعش فاجتمع في قلبه فرح بمولده وحزن بوفاته وكان الأخير منهما الحزن بوفاته فذهبت فرحته بالمولد بحزنه بالوفاة فقال إن أنا أحييت فرحاً يوم موته فهل هذا من محبته؟ مع أنه يقيناً الراجح أنه مات يوم الظنعش وقيل بلا خلاف باتفاق والمختلف فيه مولده مولده في أقوال قيل في أول الشهر وقيل في آخر وقيل وقيل وصح الأقوال يوم ثمانية صح الأقوال قيل أنه يوم ثمانية ويوم تسعة هو الذي ولد فيه وليس يوم الظنعش أما وفاته فيوم الظنعش وأيضاً عندما تنظر للتاريخ تجد أن هذه الحادثة وهذا الفعل ما حصل إلا في عهد الدولة الفاطمية والدولة الفاطمية دولة رافضية والذي عمل هذا المولد عمل خمس موالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو شعله في يوم وفاته اختار اليوم الذي وافق وفاته وهو يوم الظنعش ومولد له نفسه الفاطمي ومولد لعلي ومولد لفاطمة ومولد للحسين فقال هذه الموالد الخمس على قدر الصلوات الخمس وهذه طبعاً ما زال الله بها من السلطان لكن طائفة ثالثة قالت في سمن الناس جهلت فيه قدر النبي صلى الله عليه وسلم وتهجمت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يكون هذا الشهر شهر مولده وشهر بعثته وشهر هجرته وشهر وفاته لا يكون مناسبة عن الحديث عنه فهؤلاء اللي يتحدثون في المولد أو في شهر ربيع عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقدره ومكانته مع عدم اعتقادهم أن هذا عيد هؤلاء أقل ما فيه أن يكون الأمر من باب المباحات فلا شيء في ذلك إذا كان يعتقد أن هذا الشهر فيه أولد كما قال في يوم الاثنين ذاك يوم أولدت فيه فصامه وكما وجد أهل المدينة يصومون يوم عاشرة وقالوا هذا يوم النجى الله في موسى وأهلك فرعون قال نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه إلا أني أسأل وأتساءل سؤال أقول إذا كان حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نفرح به ونحبه فهل من اللائق أن نشعل فرحنا به يوما في السنة وهو معنا في سائر العام صلوا كما رأيتمني يصلي إذن ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه هو يوم الاثنين من الأسبوع فهذا يوم مولده فلنقرر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يولد في كل أسبوع مرة كما أن الاثنين في كل أسبوع وإذا كنا نحبه فلنعظم هذا اليوم يوم الاثنين بالصيام لأنه صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه وعلّل الصيام أنه يوم أولد فيه وأيضا لا يمكن أن نقول إن مولده عيد لأن العيد لا يجوز فيه الصيام لا يجوز صيام يوم العيد ويحرم الصيام فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين تحذيرا من اتخاذ يوم مولده عيدا على ذلك نرجع ونقول الناس أربعة أخسام في المولد قسم مبتدعة من اعتقدوا أن مولده عيدا كالفطر والأضحاء وقسم لم يبتدعوا وإنما اجتهدوا فقالوا هذا يوم مولده ويوم مفاته فقالوا لا يمكن أن نفرح بيوم مات فيه نفسها فهؤلاء قد عذروا واجتهدوا وقسم قالوا أُلِد في هذا الشهر ومات في هذا الشهر وهاجر في هذا الشهر فالشهر يذكرنا به فتحدثوا عنه وتحدثوا عن أخلاقه فهؤلاء أيضا اجتهدوا ولعل في اجتهادهم صواب أما الطائفة الرابعة والأخيرة فهي المتشبهة وهؤلاء إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان وهم الذين قالوا النصارى عملوا عيدا لمولد عيسى ونحن نعمل عيدا لمولد محمد فمن تشبه بقوم فهو معهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعٍ بِذِرَاحَةٍ أَلَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍ لَا دَخَلْتُمُوهُمْ مَعَهُمْ مُفْرِيَا لَا تَبَعْتُمُوهُمْ قَالُوا أَلْ يَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ لَفَمَنْ فهؤلاء الذين عملوا العيد تشبهًا بالنصارى هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان وهؤلاء الذين عاملوه وابتدعوه وقالوا نجتهد فيه ما لا نجتهد في غيره لأنه يذكرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه ولد فيه ولو كان مات فيه فنقول لهؤلاء قد اجتهدوا ولهم أجر لأن من اجتهد فأخطأ فله أجر أما أولئك الذين عمَّموا الشهر فهم أقرب للصواب والأفضل من هذا كله أولئك الذين نظروا للإثنين من كل أسبوع وقالوا هذا اليوم الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم خص به نفسه من ولادته إلى نبوته إلى هجرته إلى وفاته فاحترموا يوم الاثنين وصاموه وعملوا فيه الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله لأنه يوم أيضا تعرض فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر